حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وخلال برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد تأييد دولة الكويت لكافة الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة لمواجهة الأعمال الإرهابية الهدفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها مجددا سموه حفظه الله موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته